بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولسه مكملين مع بعض درسين عن الاستدلال التجريبي او الاستقراء وكنا اتكلمنا الجزء اللي فات عن تاريخ الاستقراء واتفقنا ان الباحثين انقسم الفريقين الفريق الاولاني اللي كان بيرى ان ارستو هو واضع الاستقراء الحقيقي والفريق التاني اتفقنا ان هم شافوا ان يريكن هو واضع اساس الاستقراء الحقيقي وكننا تكلمنا في الجزء اللي فيات عن الاستقراء عند أرستو تعالوا بقى نتكلم في الجزء ده عن الاستقراء عند بيكن المنهج العلمي عند بيكن أو الاستقراء هاجم بيكن منهج أرستو زي ما اتفقنا قبل كده واعتبروا هو المسؤول عن تأخر العلوم والمنهج بيكن جانبين هما الجانب الهدمي أو السلبي والجانب البنائي أو الإيجابي تعالوا نتكلم الأول عن الجانب الأولاني اللي هو الجانب الهدمي أو السلبي أراد بيكن في هذا الجانب إزالة بعض الأسباب التي تؤدل الوقوع في الخطأ وأسمها الأوثان أو لههام يعني إيه جماعة جانب هدمي وجانب إيجابي يعني أنت دلوقتي لما تكون رايح امتحان عندك جانبين جانب هدمي يعني الحاجات اللي ممكن تقع فيها الأخطاء اللي أنت ممكن تقع فيها زي التوتر زي أن أنت تنسى حاجة زي أن أنت مثلا ما تقولش الأدعية زي ما أن أنت ما تبقاش منظم إيجابتك دي الأخطاء اللي لازم تاخد بالك إيه منها أما الجانب الإيجابي فأنت بقى مزاكر كويس وعارف خطواتك هتعمل إيه جوة اللي إمتحان يبقى هو ده اللي عمله بيكن جانب هدمي بعض الأخطاء اللي ممكن للإنسان يقع فيها قبل ما يدخل ليدرس أي حاجة فحب أنه هو يدرسها إيه هي الأخطاء دي علشان يتفاداها أو يتجنبها في دراسة أي ظاهرة تب يترى إيه هي بقى الجوانب أو الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الإنسان أوهام الجنس ما هي الأخطاء سمها أوهام زي ما اتفقنا فأول عندنا أول خطأ أوهام الجنس أوهام الجنس هي الأخطاء التي يقع فيها الإنسان بحكم طبيعته البشرية يبقى كل الناس ممكن تقع في أوهام الجنس لأن طبيعة البشر ناقصة بيشترك فيها كل الجنس البشري زي إيه؟ زي التسرع في إصدار الأحكام يبقى أول أوهام عندي أو أول أخطاء في الجانب الهدمي عند بيكن هي أوهام الجنس تاني حاجة أوهام الكهف الأخطاء التي يقع فيها الإنسان بحكم إيه بقى؟ الأولانية بحكم طبيعته البشرية فعشان كده قلنا كل الناس بتقع فيها أما الأخطاء اللي هي أوهام الكهف فبيقع فيها الإنسان بحكم إيه؟ ميوله وعوامل نشأته وتربيةه ومهنته وهذا يختلف من فرد إلى آخر مما يؤدي إلى وجود أخطاء خاصة بكل فرد زي إيه مثلا؟ زي التعصب أما الأوهام الثالثة فهي أوهام السوق تعالوا بقى نشوف أوهام السوق دي إيه قصتها هيا الأخطاء التي يقع فيها الفرد نتيجة الاستخدام الخاطئ للغة يبقى نخلي بالنا كل أخطاء بيقع فيها الإنسان بحكم إيه؟ أوهام الجنس بحكم طبيعته البشرية النقيسة عشان كده قلنا كل الناس بتشترك فيها أما أهام الجنس فبحكم الميول والعوامل والنشأة والتربية علشان كده بتختلف من فرد الآخر وقلنا زي التعصب أما أهام السوق فبترجع لإيه؟ للاستخدام الخاطئ للغة وذلك نتيجة الغموض والتباس اللغة مما أصاب الفلسفة والعلم بالصفصطة والجموض الصفصطة دي جاي منين؟ جاي من الصفصطة أيين فاكرين؟ طيب أما الرابع أوهم معي فهي أوهم المسرح هي الأخطاء التي يقع فيها الفرد نتيجة تأثره بمشاهير المفكرين والفلسفة وتصديق ما يقولون دون تفكير مثل رفض علماء الكرن السابع عشر تصديق جاليليو على بعض الحقائق لأن أرستو لم يقل إيه بها؟ يعني جماعة إحنا عايزين نقول إن أرستو فدل من سيطر بأفكاره على أفكار البشر كلها لمدة ألفين سنة حتى لما جاه واحد اسمه بوتروس ريموس هاجم أفكار أرستو في بعض كتبه أنصار أرستو قام باغتياله ليلا ده درسنا قبل كده في سنة أولى لو تفتكروا قلنا ده الأخطاء اللي بيقع فيها الإنسان بحكم السلطة اللي هو الناس اللي إحنا بنسمع كلامها دون إيه؟ دون نقاش المصدر اللي إحنا بنقبل أرأه دون إيه؟ نقاش هنا بيكون نسمها إيه؟ أوهام المسرح أوهام المسرح يعني المصدر اللي إحنا بنقبل أرأه دون إيه؟ دون تفكير أو دون نقد يبقى هالأخطاء التي يقع فيها الفرد نتيجة تأثيره إيه؟ بمشاهير المفكرين والفلاسفة وتصديق ما يقولون دون تفكير تعالوا بقى نشوف الجانب البناء والإيجابي يبقى أنا دلوقتي عرفت الأخطاء اللي أنا ممكن نقع فيها وحددتها قلت ده علشان أتفادى لما يجي أدخل أي ظاهرة أو أدرس أي ظاهرة أما الجانب البناء والإيجابي بقى خلاص أنا تفاديت الأخطاء تعالوا بقى نبني الظاهرة أو ندرس الظاهرة بعد أن يتجنب البحث هذه الأخطاء يدخل إلى مجال البحث وهو الجانب الإيجابي خطواته إيه بقى؟ جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة التي يدرس يبقى أنا هجمع إيه؟ هجمع المعلومات تاني حاجة ترتيب المعلومات وزالج بوضعها في ثلاث جداول أو قوائم وهي قائمة الحضور أو الإثبات يعني إيه قائمة الحضور أو الإثبات؟ يعني هجمع المعلومات اللي جميع الحالات التي تظهر فيها الظاهرة وموضوع الدراسة يبقى هجمع المعلومات اللي هي بتقول لي إمتى الظاهرة تحدث؟ إمتى الظاهرة تحدث؟ يبقى دي قائمة الحضور أو الإثبات تاني قائمة عندي قائمة الغياب أو النفي العكس بقى جميع الحالات التي تنعدم فيها الظاهرة موضوع الدراسة قائمة التفاوت في الدرجة قائمة التفاوت إيه في الدرجة يعني جميع الحالات التي تتفاوت فيها الظاهرة زيادة أو نقصا تمام؟ زيادة أو نقص يبقى أول حاجة هعملها إيه؟ هاجم المعلومات المتعلقة بالظاهرة تاني حاجة هبدأ أرتب المعلومات دي في إيه؟ في سلاس جداول أو سلاس قوائم قلنا أول قائمة قائمة الحضورة أو الإثبات الظاهرة بتبقى موجودة إمتى؟ قائمة الغياب أو النفي الظاهرة تنعدم إمتى؟ قائمة التفاوت في الدرجة يعني إمتى الحالات بتزود الظاهرة أو تنقصها إيه هي الحالات اللي تتفاوت فيها الظاهرة زيادة أو نقصا أما بعد كده بتيجي تالت مرحلة اللي هي إيه؟ تحليل القائم دي بقى تحليل القائم لمعرفة ما تدل عليه بالنسبة للظاهرة موضوع الدراسة أما رابع حاجة بوسط بقى التفسير للظاهرة أو علة الظاهرة أو صورة الظاهرة كما كان يسميها بيكون يبقى أنا عندي كام؟ كام خطوة في الجانب البناء والإيجابي؟ أربع خطوات إيه هم؟ بجمع المعلومات بعد كده بصنفها في ثلاث قائم بعد كده بحلل القائم دي وعشان كده بعد كده بوصل في الآخر إيه؟ لتفسير الظاهرة مثال لاحظ أن بيكون طبق ذلك على ظاهرة إيه؟ ظاهرة الحرارة ووصل إلى أن الحركة هي علة إيه؟ الحرارة الحركة هي علة الحرارة طبق عليها الأربع خطوات جمع معلومات وبعدين صنف المعلومات إمتى الحالات اللي بيحصل فيها الحرارة لما بيكون في حركة؟ إمتى الحالات اللي بتنعادم فيها الحرارة لما بيكونش فيها حركة؟ إمتى اللي هي قائمة التالتة بقى قائمة التفاوت؟ إمتى الحالة بتاعت الحرارة بتزيد أو بتنقص كلما تزيد الحركة أو تنقص الحركة؟ تمام؟ فوصل للقانون بقى اللي هي الحاجة الرابعة إن الحركة هي علة إيه؟ هي علة الحرارة يبقى إحنا كده جبنا مثال وطبق أنا عليه الجانب البنية واللي جابي بالأربع خطوات اللي إحنا قلنا عليها. تعالوا بقى نقيم منهج بيكن. يا ترى إيه المميزات؟ عنده مميزات وعنده عيوب. المميزات بنقول إنه هو يعتبر خطوة واسعة في طريق تقدم العلم إلى أنها لم تكن كاملة. ليه بقى ما كانتش كاملة؟ عشان عنده عيوب. اللي هي إيه؟ لم يهتم بالفرض العلمي كخطوة سابقة للقانون المفسر إيه للظاهرة. لأن المنهج العلمي خطواته لازم يكون في إيه؟ بفترض فرود. بفترض فرود قبل ما يوصل للقانون. يعني لما يجي مثلا عند القانون اللي إحنا قلناه جميعا معادي تتمادد بالحرارة. أنا قبل ما أقول القانون ده أو قبل ما أسلم به أنا افترضت الأول وبعدين رحت اختبرت صحة الفرود. لكن هنا بيكن بيوصل للقانون إيه؟ على طول ويتجاهل الفرض العلمي كخطوة سابقة للقانون المفسر للظاهرة. أجب عما يأتي. حدد المقصود بأوهام المسرح عند بيكن. خلي بالك إحنا في كل أوهام فيهم قلنا إيه هي أسبابها. يبقى حدد المقصود بأوهام أي أوهام يجيبها لك أبقى عارف أن هي أخطاء وإيه هي أسبابها وإيه هي طبعتها. منهج بيكن انتوى على بعض العيوب. علل قانون بين قائمة الحضور وقائمة الغياب في منهج بيكن طبعا من اسمها ما أبقى عارف هو أصده إيه قائمة الحضور يبقى أصده إيه قائمة الغياب أصده إيه. أوهام الجنس عند بيكن هي الأخطاء التي يقع فيها الفرد بحكم طبيعته الشخصية. علل صحة أم خطأ؟ علل صحة أم خطأ؟ يبقى أنا لازم أقول العبارة صحيحة أو العبارة خطأ وأبدأ أعلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء مع الجزء القادم إن شاء الله برضو لسا مكملين مع بعض الاستدلال التجريبي إن شاء الله مع موقع نفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.